استكمالاً لكلامنا هواند الحقيقة نفس الكلام بحث زفيره ينطبق على المستوى التنافسي لأن الحقيقة التمن أندية عندهم إمكانيات كبيرة جداً نقدر نقول إن منهم على الأقل خمسة على مستوى تنافسي عالي جداً أكيد طبعاً رباعي الدور نصف النهائي النادي الأهلي وسانداونز والترجي والوداد ومعهم سنبا التنزاني الحقيقة برضو ظهر بشكل جيد جداً في مباراة الدور ربع النهائي أمام النادي الأهلي مباراة الدور ربع النهائي يعني عبرت فيها أندية الترجي والوداد والأهلي وسانداونز عن نفسها بشكل قوي جداً شوفنا تقلق الترجي أمام مازينبي وفوز كاسح في ماتش العودة بثلاثية في رادس ويتقلق كبير جداً من نجوم الترجي شوفنا ماتش الوداد مع أنيمبا النيجيري وفوز الوداد الكبير بالنتيجة 3-0 وبرضو ظهر نجومه بمستوى معروف عن نادي الوداد اللي الحقيقة أصبح ضيف دائم فيه النهائيات القرية في السنوات الأخيرة ونفس الأمر طبعاً تابعنا سانداونز مع بيترو أتلاتيكو الأنجولي فاس خارج ملعبه 2-0 وتعادل سلبياً بعشر لعبين في قريتوريا إذن إحنا بنتكلم على المستوى التنفسي للفرق الأربعة في الدول النصف النهائي نقدر نصنفه ونقيمه ونقول أنه هو جيد جداً وكلهم بدون استثناء عندهم نفس الحظوظ للفوز بهذه البطولة يعني فعلاً صعب نقول من فيهم الأقرب للتتويج بدوري السوبر الإفريقي وفي طبيعة الحظ بنتمنى أن يكون الأهلي هو الأقرب